مولاكيم شاب في العشرينة من عمره تحرش بشقيقة المدرب دياله اللي كبير عليه بعقد من الزمن أروضها على نفسها وحاول يغرر بها ويستدرجها هي مشتقلتها لخوها خوها عوض ما يعاتبوا وينهيه باش ما يعاوس الخطأ ويبقوا محافظين على الصداقة ديالهم عوض ذلك وعوض ما يتعامل برزانة مع الموضوع دار ما هو أخطر خرج على راسو وخرج على السيد ودمر كل شي المدرب استدرج الملاكين في الليل باش ينتق منه وضربوا بحجرة والضربة جاتوا في راسو كانت قاتلة قتلوا وحفر له في باب الدار في العتباء فين دفنو حفر له حفرة كبيرة في واحد الدوار فين ساكن وحفر أيضا للراسو حفرة خيبة طاح فيها حتى هو ودهن 16 أيام على الجريمة وغادي يحس بتأنيب الدمير وبتشجيع وإصرار المنمو غادي يمشي سلم رسو للبوليس دابرة في الحبس من هر سبت الليداز يعني بدووزة 4 أيام في الزنزانة هذه قصة الفيديو قبل ما نسردها على المسامع ديلكم بغيت نفتح واحد القوس بشربت فيه على شي وحدين يدخلوا يعلقوا ويتهمونا باتهامة شكل هالسعزاق هكذا كذا كذا بداعي أننا كندرجوا صور وفيديوهات ماشي دي القصة اللي كنت حدت عليها ولي توضيحي فقط هالفيديوهات اللي كان نشروكي من اللي كتشوفو دابرة هي للسئناس باش نعمروه ماشي باش نديروها لأنه إلا كانت كتتعلق بالنفس الجريمة وهي كدلك إلا ما كانت كنعوضوها الفيديوهات اللي فيها تمتيل ديال تمتيل الجريمة معينة باش نزيدوا مهم ما نحسوكمش بالملال ما تحسوش بالملال باش ما تقشغي نديرو صورة وحدة ونهضروا وكذا كذا ونتمنى باش يتفهم الجامعة المشكل التقنية وشكرا بحسني تفاهميكم رتع لقصة هذا الملاكم المدريب دياله كانوا صديقين عزاز على بعضياتهم أنتيم والجريمة كما قلت وقعت واحد دوار سميته الصراغنة بفخدات العوامرة بجماعات الحوزية وهذه الجماعة هي قريبة متاخمة بالضبط الجديدة وفيها فين قتل الصاحب صاحبه المدري بقتل الملاكم حيث تحرص له بخته اخته اللي الله مازل فيها 16 عام تحرص له بها الملاكم ما احترمش للأسف صاحبه والصاحب مراعاش ولا فكر في العواقب والتبعات ديال هاد الجريمة ولا حوله ولا قوة إلا باللهجو الشباب داعوا مدريب أمين في العمار دياله 30 عام والضحية الملاكم مروان في العمار دياله 20 عام يعني صغر عليه كانوا على عشرة دائمة وصحاب أنتين بزاف ما كيتفارقوش واحد كيددربوه والملاكم يمدد ألقاب بزاف والضحية بجوش بهم كان عندهم طموح بش يزيدوا يطوروا الجريبة ديالهم يمشوا بعيد خطأ حيث دوء القاب والضحية كان يجي عندهم بزاف دايما كيجي عندهم الطار لكن غدا يخطأه غدا يحاول يغضر به يغضر صاحبه ويتحرص له بيخته وهذا خطأ خطأ طاح فيه للأسف شديد حاولت الاعتداء الجنسي على الشقيقة المدريب وهي الإشارة فاتت قاصر وما زال ما بلغة السين الرشد يعني الله عدا 16 عام هذه المحاولة أجل جات الغضب ديال المدريب وجعلته يفقد السواب دياله وما يرعيش التبعات الشي اللي غادي يقدم عليه كما حينما يتعلق الأمر بالشراف والكرمة ربما كيدوا بكل شيء وبندم ليقويد الغضب كيطلع الفقه وقدر يدر شيء حامق اللي يندم ملاحيته كامل يفقد توازن دياله والاتزان دياله الغيار ويدير الشي اللي مخصوش يدع من اللي عرف المدريب شنودال المولاكي عايت له ليلة الخميس ثلاثين نوا مبير هذا اللي داس صدر جوا في الليل الدوار وبالفعل تجا عنده السيد محبالوش باللي دكش اللي داره وصل صحبه الغاضب منه حيث ما ما دخلطلوش للدماغ كيفاش انه يطعنوا من الضهار او يحاول يغرز شي سكين ديال الخيانة في ضهره و يضربوه في الشرف دياله مدريب عايت للمولاكيم باش يجي عندو جي ما حشي مرسو ديال الحشيش باش يكميوها بشوش هادي هيا بعدها هذا القاوص من التحقص هادي ما باش تخليهن الدماغي العقلين هيا كيفاش مدريب و مولاكيم كي يكميوها بشيش فين هيا مهم لعلنا المهم انه السيد جاب الموعيد وجاب مهر المطلوب وكانوا قالسين وتجبت لموضوع من جديد المدريب عاتب المولاكيم علاش يتحرش له بخطوب والامر تطور للشباك ما بيناتهم ماشي فوق الحلبة وما استعملوش القفاز باش يتفرعوا بعضياتهم بالبنية مو دريب السعمل حجرة طرف صحبو بها للراس والسيد طح قدام عينيهم من اول ضربة طح دودة طيحوا بالكاو ماشي بيديه انما بالحجرة مكاش ناوي يقتلو سعر حجرة قتلات والضربة كانت قاتلة السيد من المولاكيم القارسو في موقف لا يحسد عليه وباش يتمص المعالم ديال الجريمة جاب واحد لقطعة البلاستيك لف الراس ديال صحبو فيها ومشح فر حفرة في الاعتباء ديال الدار ديال باب الدار حفر باللي بالفاس والبالاغ جيج متر تقريبا للي حفر وبمساعدة تختول كبيرة حمل الطحية ودفنوا تمك واردم عليه التراب بلا ميثين انتباه ديال الجيران رغم ان الجيران كانوا ساكنين او في البادية معروف الدوار السكنه كتكون على مرمى حجر تقريبا متلاسقين اذا شوف دوار السرغنة قتلوا ودفنوا ومشح صافر الأقادير ثم اكفين غدي يحكي لامو وشنو دار وتفاصيل ديال جريمو علش قتلوا اما خطول كبيرة وما ببلغاتش للأسف الشديد والقاتلتها يا راسا في موقف لا تحسد عليه مهم لام ديالو أسهر راسا لأنه دروري خصو مشي قدام رسول أقرب كوميساريا بالفعل مشيسل لامرسول حكى للضابطة القضائية كل شي كيفاش غضب من صاحبو حي تحرص لي بخطول لي الله في هاته التسطاش العام كيفاش صدرجو وقتلو الجاني مشاه وراء الضابطة القضائية فين دافن صاحبو وستخرجو الجدسة دوها اللامورغ باش تشرح الجاني تشد وراء ذبه في الحبسة ربعيام اللي يمدوز ضيع صاحبو ضاع حيث كان كي يساعد باش يسافر للخارج باش يمشي لأوروبا باش يكمل الطموح ديالو فعلا مولا كما يكمل التدريب لعلو وعسي يصبح بطل تهوي نفس على مستوى العالمي الأسف الشديد لا الصادق احترم صديقه ولا الصادق حكم عقله هذرم على الصادق ديالو المخطئ بالعقل باش يتحشو هاتش كله وداع كل شي الأسف يقدر كانوا ممكن يتفارقوا كل واحد يمشي في طريقه ولا يوصل الأمر لجريمة تقاتل الأسف الشديد والإشارة في الضحية كان موضوع بلاغ من العائلته حول اختفاء الغامد ديالو والجاني ما سلم رسوع طرف احتدازت قريبان شعاش ريام على اللي قتل ضحية صاحبه وجدر ميدي اللي أزمر هما اللي داروا المسترق قانونية هما اللي حالوا الجاني الوكيل العام في الجديدة للأسف الشديد لا حوله ولا قوة إلا بالله العليه العظيم وفي الأخير كنشكركم جزيل الشكر على الاهتمام لكم بشيء اللي كانت نشروا قناة مروركم كريم تيفي الجريمة المغربية وإلى قصة أخرى وفيديو وحدة أخر تمتم أوفية لها ودامت أفرحكم موسيقى